اهلا بيكم سنة ربع ابتدائي في حل تدريبات سلاحة تلميزة على المفهوم الثالث الطاقة والتصادم مادة العلوم الفصل الدرس الاول على قناة العلم والمعرفة السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة رقم واحد ما هي الصيغة اللازمة لحساب الصرعة طبعا اقول له ايه المسافة على الزمن احسب الصرعة بالمسافة على الزمن واحنا ندرس دلوقتي في التدريبات دي مسائل على الصرعة السؤال رقم اتنين كانت نبيلة تجدف بالقارب في مسبح وسبحت ليلة باتجاه القارب وبدأت في دفعه الى الخلف ما تأثير ذلك في حركة القارب توقف ولا لم تتغير سرعته ولا قلت سرعته ولا زادت سرعته طبعا اقول له ايه قلت سرعته السؤال رقم ثلاثة تتسابق عدة اشخاص لقطع مسافة 200 متر فان الشخص الاسرع بينهم يقطع هذين مسافة خلال نقط ثانية 50 ثانية 150 ثانية 100 ثانية 200 ثانية طبعا ايه التوقيت الاقل هو 50 السؤال رقم اربعة كلما زادت كتلة الجسم اقول له ايه زادت قوة التصادم كلما كتلة الجسم بتزيد وكمان بتكون قوة الاضرار اكتر السؤال رقم خمسة تتحرك ايه على مصار مائل ودفعتها والداتها كيف يمكن لهذا الدفع التأثير في حركتها على المصار اقولك طبعا مع المصار المائل ودفع كمان ايه اللي بيحصل بيزيد الدفع من ايه من سرعتها السؤال رقم ايه ستة يعتبر نقط من معدات السلامة في السيارة طبعا حزام ايه حزام الامان والوسادة الهوائية السؤال رقم سبع الوسادة الهوائية تساعد على اقول له ايه طبعا خفض سرعة حركة الشخص للامام السؤال رقم تمانية كل مما يالي يحدث عند تصادم جسمين معا ما عدا يتأثر الجسم الاقل سرعة ولا يتأثر الاكبر سرعة اقول له ايه الاولاد على طول السؤال رقم تسعة عند اصدام جسم كتلته كبيرة بجسم اخر كتلته صغيرة فانه اقول له ايه يتأثر الجسمين باضرار السؤال رقم عشرة عندما تتوقف السيارة فجأة يندفع الركاب الى الامام السؤال رقم حداشر تقاس المسافة بوحدة اقول له طبعا ايه كيلو متر المسافة بوحدة كيلو متر السؤال الثاني اتمن العبرات الاتية باستخدام الكلمات بين القوسين رقم واحد كلما زاد مقدار القوة نقطة طاقة الحركة التي تتسيفها الجسم اقول له زاد الطاقة الحركة التي تتسيفها الجسم رقم اثنين اي مما يالي اقل استهلاكا للوقود السيارة والشاحنة طبعا اقول له مين السؤال رقم ثلاثة تصنع الوسادة الهوائية من مادة النيلون والقماش اقول له طبعا ايه السؤال رقم أربعة تزداد السرعة وطاقة الحركة مع نقطة زاوية ميلة السطح اقول له مع زيادة زاوية الميل السؤال رقم خمسة السرعة كمية فيزيائية السؤال رقم ستة يمنع نقطة في السيارة جسمك من التحرك الى الامام اقول له حزام الامان رقم سبعة يصاحب التصادم بين الجسمين حدوث تحولات للطاقة سؤال رقم تمانية يزداد الضرر الحادث عن التصادم عندما تتحرك السيارتين في نقطة الاتجاه في عكس الاتجاه السؤال رقم تسعة تحتاج الشاحنة الكبيرة محركا كبير الحجم عشان يعرف ايه يحركها سؤال رقم عشرة عند التحرك بنفس السرعة فان الجسم الذي يمتلك طاقة حركة اكبر هو اقول له مين اقول له الشاحنة وليس الدرقة السؤال رقم ثلاثة ضع علامة صحة او علامة خطأ امام العبارات الاتجاه رقم واحد الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم اقول له العبارة صحيحة ده قانون بقاء الطاقة السؤال رقم اثنين يعد تصادم السيارة تنكمش او بعد تصادم السيارة تنكمش الوسادة الهوائية بنفس سرعة انتفاخة العبارة صحيحة سؤال رقم ثلاثة الشاحنة التي تزن طنين تمتلك طاقة حركة اكبر من الشاحنة التي تزن طنا واحدا العبارة صحيحة سؤال رقم اربعة يجب على السائق ان يقود باسرع ما يمكن لتجنب الحوادث اقوله العبارة خطأ طبعا المفروض يسوق ايه على مهله يعني السؤال رقم خمسة حزام الامان هو جزء في السيارة يمكننا من معرفة سرعتها اثناء الحركة اقوله العبارة خطأ السؤال التالي يتقاص السرعة بوحدة متر كل سنية تربية او تكعيب اقوله العبارة خطأ طبعا السؤال رقم سبع عندما يضرب وليد الكرة بالمضرب يحدث تصادم بين الكرة والمضرب العبارة صحيحة سؤال رقم تمانية في بندون نيوتين تفقد الكرات بعض الطاقة بتحركها في الهواء هذه العبارة ايه صحيحة السؤال التالي بيقولك تمتلك السيارة طاقة حركة اكبر من الشاحنة المتحركة بنفس سرعتها اقولك العبارة ايه العبارة خاطئة السؤال رقم عشرة يؤثر اتجاه على سرعة الجسم اقوله العبارة ايه العبارة خاطئة السؤال رقم 11 عندما ينفد وقود السيارة بالكامل اثناء حركتها فان سرعتها تتناقص حتى تصبح سفرا العبارة صحيحة لما العربية بتخلص بنزين بتعمل ايه بتفضل تتحرك لجاية ما بتوقف السؤال التالي كلما زادت قوة التصادم زادت المخاطر صح رقم 13 عند استضامك بلوحة اشارة فانك تتوقف عن الحركة الى الامان العبارة صحيحة السؤال التالي تتسبب الاجسام السريعة في ضرر اكبر من الاجسام البطيئة بسبب طاقتها الزائدة العبارة صحيحة السؤال التالي تقل قوة التصادم عندما زادت قطلة المركبة العبارة خاطئة السؤال الاخير اذا قطعت الاجسام مسافات متساوية في ازمينة مختلفة فهذا يعني انها تتحرر مسرعات مختلفة العبارة صحيحة السؤال رقم 4 اختر من العمود الف ما يناسب العمود ب رقم 1 عند رفع كرة البندول الاعلى ما عدم تركها فانها تختزن طاقة ايه اقولك على طول طاقة وضع السؤال رقم 2 الطاقة التي تمتلك كرة البندول نتيجة اكتساب سرعة هي طاقت اقولك طاقة الحركة السؤال رقم 3 يتحول جزء من الطاقة عند تصادم كرة البندول الى طاقة ايه الاول طبعا على طول عند التصادم بيتحول جزء منها الى طاقة صوتية السؤال رقم 4 يتحول جزء من طاقة كرة البندول الى حرارة بسبب ايه بسبب الاحتكاك لان الاحتكاك بيولد حرارة بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السؤال رقم 5 اكتبرا والصالح رقم 1 احدى معدات السلامة التي يرتديها السئط لتمنع اندفاعه للامام اذا توقفت السيارة فجأة اقول لك مين حزام الامام سؤال رقم 2 عملية بيحدث خلالها ارتطام او استضام بين جسمين او اكثر ويصاحبها انتقال الطاقة اقول له ايه سؤال رقم 4 المسافة المقطوعة خلال زمن وحدة الزمن اقول لك السرعة السؤال رقم 6 قم بحل المسائل التي ايه رقم واحد احسب سرعة قطار يقطع مسافة 600 كيلو متر في زمن قدره 6 ساعت طبعا اقول له ايه السرعة على الزمن القانون بتاعنا السرعة على ايه الزمن طبعا هنا هو بيقول لك ايه بيقول لك 600 على الستة اطير ال600 على الستة بتساوي قد ايه اقول لك بيساوي 100 كيلو متر كل ايه ساعة سؤال رقم 2 احسب سرعة السيارة التي تقطع 100 متر في سنيتين اقول له ايه 100 متر على الاتنين اللي هي السرعة على المسافة بيساوي قد ايه بيساوي 50 متر لكل سنة سؤال رقم 3 احسب سرعة الدرجة عند قطعها مسافة 10 كم في ساعتين اقول لك 10 على الاتنين بسوقت 5 كم كل ساعة ساركة مربعة قطع سليم بسيارته 60 كم في ساعة بينما قطع بدر بسيارته 120 كم في ساعتين احسب سرعة كل من سليم وبدر لتحديد السيارة الأسرع يبقى اقول له ايه سرعة سليم اقول له 60 على الواحد بسوقت ديه على الساعة يبقى بيساوي 60 كم كل ساعة طيب سرعة بدر اقول له 120 على الاتنين بتساوي 60 كم كل ساعة يبقى اذا اقول له ايه تتساوي السرعات السؤال رقم 5 استقلت سرق الكطار لزيارة جدتها التي تعيش على بعد 90 كم فاذا استغرقت الرحلة 3 ساعت فكم كانت سرعة الكطار اقول له 90 على الثلاثة بيسوقت ايه 30 كم كل ساعة السؤال السابع اكمل العبارات الاتية رقم 1 عند استضام كرة فولازية بجدران مبنى تنتقل طاقة نقط من الكرة الى المبنى اقول له طاقة الحركة سرقم 2 العاملين المؤثرين في سرعة الاجسام هما المسافة و اقول له الزمن سرقم 3 تعتمد طاقة الحركة التي يمتلكها الجسم على الكتلة والسرعة سرقم 4 تنتفي خلوسات الهوائية عند تصادم السيارات السؤال رقم 5 مجموع الطاقات قبل التصادم يساوي مجموع الطاقات بعد التصادم السؤال رقم 8 لاحظ الصور ثم اختر الجابة الصحيحة الصورة المبينة توضح لعب الكريكيت رقم 1 تنتقل طاقة نقط عند تصادم المضرب بالكرة حركة ولا وضع طبعا اقول له طاقة الحركة سرقم 2 تنتق طاقة نقط عند حدوث التصادم صوتية ولا ضوئية طبعا اقول له عند حدوث التصادم تنتقل طاقة صوتية السؤال رقم 3 الصورة التالية توضح تصادم سيارات الاثنين قبل بعض دي كده دول عكس بعض ودول ايه ودول في نفس الاتجاه رقم 1 الطاقة نقطة السيارة تعتمد على سرعة السيارات اقول له الطاقة الحركية السعر رقم بيه التصادم في الصورة 1 اللي هي دي او صورة واحد دي اللي هي دي يكون نقطة ضررا من التصادم في الصورة 2 اقول له يكون اكبر اسأل رقم 2 يقل مجموعة قطي حركتي السيارتين بعد التصادم بسبب تحول جزء من طاقة الحركة الى طاقة صوتية وطاقة حرارية السؤال رقم 3 الصورة التالية توضح حركة كرات في بندول نيوتن رقم ألف عدد الكرات التي تتحرك على جانبي البندول متساوية ولا مختلفة طبعا اقول له متساوية رقم بيه توقف كرات البندول بعد فترة يدل على ان الطاقة اصبحت صفرا اقول له الطاقة ايه الحركية اصبحت ايه صفرا السؤال الاخير اجب عن الاسئلة الاتئة رقم ألف أو واحد ينصح دائما بوضع حزام الأمان اذكر السبب اقول له ايه لانه يحمي الجسم من الاندفاع للأمام عند حدوث تصادم صور رقم اتنين ما العوامل التي يتوقف عليها مقدار سرعة الجسم المتحرك هو في عاملين اللي هي ايه المسافة والزمن صور رقم تلافق كيف تحسب سرعة جسم متحرك اقول له ايه نقسم المسافة على ايه على الزمن السؤال رقم اربعة اذكر مثلا لمعدات السلامة في السيارات التي تحمين عند التصادم اقول له حزام الأمان او الوسادة الهوائية السؤال الاخير ما الذي يحدث عندما تزداد كتلة السيارة التي تصطدم بجدار اقول له ايه كلما زادت كتلة السيارة زادت الأضرار الناتجة عن الاصطدام بكده يا حباب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التمييز على المفهوم السالس الطاقة والتصادم بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيز الجرس الكاسي لكم كل جديد ويلا لكم اشتركوا في القناة